السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل قصتنا فصلية الضابط انواوية الباب تالث ثامن عشر قاعدين كالنبو الصالة اسواء لفضوحك جانت الاجواء عائلية تفتح النفس زهراء بصفي اللي ضايفة الوان وسعادة بحياتي احب خاملها خجلها الطفولي من اسمها اتبادلهم هون مسؤالي في الشغل انا والشيخ والحجية قاعد اقبالي وخواتي بحجة بهجة البيت قاعدين يتناقلون بعد ساعة حولت اجواء البيت من الهدوء العاصفة العاصبية اجدت محمد وبنتها ملاكي يتبشبتشن واخدناها المضيفة بدت محمد تحتي والصفط بتشريب ظلا يتصفن من التهمة اللي تتهمني اياها وهي قوله محمد ترضاها يا شيخ ابنك تعدي على بنتي واخد عذريتها ويعني لو ابوها يدري كان ذبحها وذبح ابنك هم الشيخ شلون ش تقولون يا ابا رجاء من الزوج ليش تردين يدخل من بيته وش مدريش ان ما هو ان ما اخد بيتش عند الشي يثبت هنا استفرد وظل يتصيح عليها ابوها يهدي بيه قال الشيخ روح ابوها جيب ملاك نفهم منه صار راحت جريتها مشاعرها وسحدتها للطامة ادعي البناتي فوكنها من ايدي استرغافني زهراء وهي توسل وعيونها مليانة دموع حتى عفا عطت بيه حتى توخر ادعت احشي وقلها اللي تبشي تبشي عليها هاي وحدة رخيصة وجايت تبلاني بس كدت ما ردت تعرف الموضوع اجت تسابة اخذت ملاك من ايدي ودتها المرضي فاستغفرتها برجعة المرضي بدت ملاك تكشي وصفت بالشذب والصدمة الاكبر من ما استحر طلعت الصورة هويهين للقاعدين اهنا ثبتت التهمع علي ومحدة رضا يسمع مني الشيخ قرب انه اتزوج الملاك فضت بس ما رضا الشيخ لان ما ردي السالفة تطلع ويكبر الموضوع وافرته بشرط انه ما اتزوج ملاك اللي تسوف حص عذرية اذا صدق انا ما اخذها اوافق الشيخ والحجية وافقوني رئي بس ملاك وامها مارضا عفتهم يتناقشون وطلعت ساعدت غرفتي دخلت وان كانت زهراء نايمة رحت قاعدت يمهي طفرت عليه يمهي طفرت شربايا طرفت شربايا طبعت بوسها خفيفة بقى دهر وظلت قاعد ادخل وافكر بالمشكلة ورئي شوية حاسيت عليه الزهرة قاعدت باوعات ليب زعل وقالي واخذت بس كانت هالمرة نضرتها غير حاولت اشرح للموضوع بس كانت غافلة ما تقبل تسمع ظلت تتمالب كلامها درجة حاولت اضربها بس ما قتبت نزلت ايدي وهنا حاسيت زاد حقدها علي عفيتها على راحتها اخذت كم غرط الها ولبست عباية ونزلت كان كل الظنية انه الشيء ما راح يفضل تطلع بس فترغافي من قال هذا حقها ولازم ترجع وهي يتقبل بحياته ومستقبلها وهي اختارت انه ترجع الاهل وراء خمسة اشهر طول هاي الفترة كانت بين الشغل والبيت وكان اغلب وقتي يخلص بالواجبات بس بين كل فترة من انزل من الشغل اروح اطمن على زهر اصبر نفسي بشوفتها وراءت يكون مطرف اختها بسر لو انتظرين بيتهم لحد ما تطلع اشوفها وتروح وترجع للشغل اما من ناحية الملاك قردت عليها بس ما اتغربت منها ابدا هي بغرفة وانا بغرفة وفترة خليتها تسوي فحص العذري والحمدلله طلع كلامي صح انه انا ما اتغرب لها وهي تتبلاني بس ما ردت افضحها افتها بالبيت ما مسرعت لي مشكلة لفترة دامت شهر وراء المرات تتسمادت ويا امي لدرجة حاولت تضربها ما قدرت اصيده على اصابي اخذتها للغرفة كثلتها بحيث ما ظلت اسمع لها نفس اخذتها ورجعتها البيت اهلها واديت ورقة طلاقها وراها بعد فترة رجع عم الهدوء على البيت وانتشفت السعادة خاصة من تهدي التاريخ زواج حنين وبدت التجهيزات والحوصة بالبيت بيوم من الايام فالظهر قاعد وغرفتي ادخل وقلب بصور زهراء بحاسبتي انتق الباب اجه الصوت حنين وهي تقول ان مور عادي ادخل تعيا بعد اخوش دخلي اجت حنين وهي تبتسم عرفتها عرفتها عندها مصلحة وقفت اقبالي وظلت تمدح وتتغزل اخوي الزود اخوي الحلو اخوي حبيبي تدري انا اموت عليك اي ادري قولي من الاخير اشتردين شسمع عادي تاخدين المول عندي كم شاء الله نقص يم تتردين العصر خوش وقت صار العصر نطلع ما عندي صار العصر نطلع ما عندي شي صدق حبيبي فدو والله حبك ادو الهدشو هي حظني وتبوس بيا والاشكاف اللي زكتي واخري مني يلا حبيبي انا نازلة اجهز نفسي موت غلث علي الله كيم ذات الحين ما اخذي اشترى لا لا هاي ناس لي قالت هي تشو طلعت تركض ضحقت عليها وجدتي على بالي زها صالي فترة ما شايف اخبارها عندي حساب اختها زينب راسية اكتبت السلام عليكم ورثون اجابت كتبت عليكم سلام وتفضل بس بدت اسأل على زهرة شلونها شنو اخبارها زينة احسن من الغبل وخلصتها من الدوام للبيت لو هي صديقاتها تطلع شنون تطلع بس هي صديقاتها اي ليش في نوع تصوت لا بس يعني تخلوها تطلع وحدها ترى هي اتشبيرة مصغيرة وعدها سيارة تطلع وين المشكلة تمام زين هاي هزة وين هي وين هزة هي طالع بمولوية صديقاتها تمام شكرا محتاجي شي لا سلامتك بس عادي بعد ما اتراسل هواي عن زهرة لان هي ما تدري لو تدري تقلب الدنيا على راسي واذا صار شي مهم انا اراسلك تمام تمام مع السلامة سديت التليفون وقمت لبست على السرع اخذت حنين طلعنا للنفس المول اللي بي زهرة ودخلنا وعيوني الدوار عليها واقفين الان وحنين يا محل المحتر بعيد بس درت هي بس درت هي دارت وجبت البنات وياها وطلعت من الكثير كرد الله اذا اضحك عليها بوعت بالاستغراء حنين وقالتها عيني ضحكنا وياك ماكوشي سلامتك يلا كاماني متأكد شين العيون ظلت تلمى والامتسامة وين واصلة انت شابي ليش قلت ماكوشي واضحك تمام بالمركز ياسر هلاو 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 هلا ليث هلاو هلاو هلا ياسر ارجوك ابتعد عني ليث هلاو هلا ياسر مخطوب ولا بنعمي ليث هلاو هلا ياسر ارجوك اقعد راحة ليث هلاو هلا انا ماروركم سبسرية ضربت حية غنب ليث ليث احترام سيدي ياسر لك انت شرائد انمار انا اريد ياسر نزول نزول عليك انمار ولك ياسر عود انت تشبير بعض يومين عفسك بطلت راح الغي ارسكم ياسر شلون عيني نغير جو لان ملينا طاحظني امن الشغل انمار حقك اليوم اخر يوم عندك اجازة شهر يعني انطيح حظك يعني انطيح حظك بالشغل ياسر اضحك اعادي تموت تمون اخو امتي الصاكة انمار يلا يمشي روحكم انشاء الله لانظل تس سخت ياسر صاحب صديق انا اليوم عازم روحي اعدكم على عشاء انمار خير انشاء الله عندك جاي انه ياسر هاي انت اللي معنزب هيشي رول بس هادي اجيه لان مرتي عزبتني انمار اضحك عساك على عشاء تعالفت الدلال حنين كبرت اجهيز من كل النوع اهل وياي وزهراء هم وياي بكل خطوة كل يوم تتصل عليها واخذ رايها بالاشياء اللي اشتريهم كلش فراحة ما قالت لانه هي حامل بس الشي الوحيد انه اضوجني انه هي خفت خفت حملها عن انمار لان يبغى ابو لطفلها ولازم يكون عنده علم بس يبقى هذا الشي واراجع الها وهي اللي راح تقرب اذا تريد ان ما بيعرف اولا بيوم العرس كان بيوم كل الشي يوتر بس بنفس الوقت كان احلى يوم بالنسبة لي بهذا اليوم صرت على ذمة حبيبي صرت ملكة وبالقاعة قاعدة على الكوشة في فستان العبيض ضخم بغطي نصف الكوشة سوينا خطة انا وسابة حتى نقدر نجمع عن مارة زهراء سوا كانت زهراء لابسة فستان قصير طالعة جنن اجت باكتلي وظلينا انسوا الف سوى بس بعد ما صار الوقت حتى يدخل ياسر اخذت فيه فرصة واشرت السابة حتى تبدي نبدي بتنفيذ الخطة زهراء بالمطبخ يوم امي واختي احاول اقنع امي حتى اتسوح وياي للعرس حنين بس كانت قافلة وبعدر انه ما تقدر مريضة بعد عدة محاولات والحاء مني ما قدرت اقنعها سلسلة الامر الواقع وقومت حتى ابدي اجهز نفسي بس عاي مثل نايتي بشعبي ونفسي صرت احلة او اجمل من قبل خليت مكياج سومميني ان دائما بابا يقول جماعيش سومميني باكراج السوممي الضمن انوار الترابية على العين والجفن واسفل العين وتكون الحمرة غامغة جدا حتى تقدر تبرز الملامح اكثر اكثر وشعبي سوته يوفي وعفته مفتوح اختاريت فرستان احمر قصير بالظهر مفتوح ويبف بادي بيدي من مضغط الخصف وحتى يغفير فصر اللبطني صورة فرستان لبست الكعب مو كلش عالي اطارت اطارت ولبست بجد وحجاب وبشكل راخي وطلعنا انا واختي بالبداية ما احنا اخذنا باكيا وبدل حنون وبعدها تغيبا وربع ساعة وصلنا للقاعة كان كوهواي شباب قبال القاعة نص يهوس ونص يرقص ونص يصور وظلانه واكثين يم الساعة على امل ايج واحد يسوينا الطريق لمعت ليت رديقا ماري بعيد رفعت هدي اشترت له ورسان ايجب سبع وقال ليت الفضل اختي محتاج شي بلا ازهمها عليك ممكن تسوينا الطريق حتى نطلق عليه صارت فضل بس لحظة انا وان شايفت شبتسمت وقلت شايفني بيت الشيخ وانوار ليتها انت زوجت الانوار ايسا ابقى هز باسر بمعنى ايو قال فضلوا امشوا بايا فتحنا بابا دقاعة شكرتها ودخلنا باوعت الاختي كانت تخدودها حمر وصافنا قلت اسمه اكثر من وضا بس ما كانت جاوب ضربتها على ايها وقلت الو وان صف انتي يلا امشي نظل بالباب اي بس لحظة هذا منوء اللي وصلنا وشكو السنين ليش عيب وليش امشي لا بس قولي شنو اسمه عزي والله حلو هيبر في دور لله اضحك كافي لا حديث معنى اسمه ليث الملازم ليث صديقا مارويا بالمركز ها الله يحبه ان شاء الله ما تفاجعين لانوار انتي تمسقيني ها قالت هيتش وغمزت خزبته وقلت تنجبي لا تجيبين اسمه قبالي لا يسمعنا فاصعوني اضحك يلا اوكي دخلنا الحمامات نزعت البشت والحجاب رتبت شعري وباوعت النفسي مرة اخيرة بلوماية بتسمر تدخلني شانت الاجواء تجنن الناس فرحانة وترقص والاطفال ترقص بالوسط بازدخلت الانظار صاعت كلها علي وصالت النسبان وحدة تشعر بالثاني وكفتني وحدة وقالت خالله انتي مو زوجة ان مارو ابن الشيخ جاوبت لا خالله انا صيد الاني يا زهراء صديقات حنين وبوععت لي من فوقي يا جوه وقالت يا اهلا بيتش بتسمت بوجهه وكملت طريغي باتجاه الكوش شغلت حنين قادة وطالعة حلو بمعنى الكلمة وفستانهم فستانها الضخم نفس الوقت ملائم جسمها ملامحها مكياتها ناعم وشعر مفتوح مع التاج فخم طال امريكا بشاف اني الضحك والقامت فتحت ليدها رحت عظنتها باكتها وقدمتها لابوكا وقالت شنه الجمال ولتش هسا ياسر شي سوي مني شوفتش اضحك بس مو جمالي فطالع يا ربي بس لحظة وين بطنش الشو مان بينه اي نامة واسمان بينه بس بسبب الفستان بس صديق كالعادة طالع تخبلين ولتش شنو شلون هاتش يصيبا ما شاء الله جسمك شارك احلى مقابل عمري جمالي عيونيش طبعا اهتمام العناية تفضرخ تعي قاعد يمي خلي نسوله فالله مش تاقل اسوال افناء اوكي تعالي خلي اساعدك ساعدت هو قاعد نسوله بدت تحكيله عن البيت وشنون صار الوضع بعد ما رجعت الاهلي عرفت انه انوار ما معتدي على ملاك بس اللي قاهم انه رغم هو يعرف بس عقد عليها كان اغلب كلام حنين على انوار وانه هو مش تاقل واستوقفني وقلت هنون عادي ما تحكيله عن انوار ما اريد اعرف عن اخبابه بس الشي الوحيد اللي عرفه بعد ما رجعت شنو شان وضع انوار طبعا بسبب فضول من مو غير شي قلت هيت شي وان امكز بكلامي اضحك يعرف بس الصراحة وحقش صار بدونش ما يشاف كل هاي الصيح وصفه وحيف زلمه وتعب وتعب تبنيه هزيت راسي وقلت لا تبا غير حنون اوالله ما لغا هاي الصراحة تمام يالله عيني ما تبدين اقوم القصليش قلت هيت شي وقمت لا تعاي خاف مو زين عليك لا عادي ما عليك شي نزلت يوم البنات وكانت زينب اختي وسارة متعرفات على بعض ومكسلت سوا استغلتني سارة وهي تحظم بي وتسلم عليه على عبادلتني سلام وقلت سارة وين الحجية اريد اسلم عليها هي تأشي على الطاولة القاعدة بها الحجية قالت هناك قاعدة روح يحبي تماما خستش وشوي واجي اريد ارقص قلت هيت شي و احنا نضحك ورح تسلم عليها الحجية وهي ثغلتني وظلت سأني وتعب تبني ظلت يومها وشوي وترخصت ورجعتنا بالبنات سارونا شارل النساج داخل شابه ابو نونة خلي نهز سارة اضحك تضحك تدللين ورد اغارش تضعت الغنية ورحنا انا بسارة نزلنا وحنين يمنا حتى نرقص وخفت وكفت ابنصنا واحنا محاولتينها وكنا نرقص ونغني بيه الغنية ورفتك بالله اهزا وابدد بكلمات الغنية ضحكنا واندمجنا تغيبا الساعة كاملا وابت بدون ما نحس لحد ما حسيت نفسي تعبت وحنين تبت ليجت همسة ليه روح قاعدة يطلع طفلك علينا اضحك شي السال فيه يلا رايح على صدق تعبت روحي قاعدة جنج بطيخة خزرت هلين حجت بصورة عالية وصابعة ظلت صافنا بعدها ظلت قالت حنين ايه اصرع فستانجت لونة احمد شبيت اضحك ايه راح قاعدة عسن قلبي راح يطلع من قوات النبضة اجتي اختي جابت لي ما شربتني شربت واخذت لي نفس قاعدته اتمعا بالقاعة كانت فخمة وماليكية بشكل اجواء احلى ظلت قاعدة بس شوية حجو السماعة كان يدخل العريس اجت لي سارة تركض وقالت زهرات عاي شوية الحمام اريد ساعدين بفلستان السارة لان اول مرة تطلب مني قلت صارت الدكيني رح لسوي الحمام ودخلت وقالت انتي دخلي بس انا اروح ان اجي فلستاني وايجي تمام عني ظلت واقفة قبال لماية اردت بشاري جددت عطري وحمرتي بعدها حاسيت انه احد دخل وسمعت صوت الباب هو ينغفل بالمفتاح ما تميت لانشاك يظني انه هي سارة انمار ملته ويرولد بس القاعة لي هو سر بشربة وبشان وخير من الله تارسين الشارع صار الوقت حتى يدخل ياسر للقاعة بعد ثوانية تصد على سارة وهي تقول الو انمار تعال ادخل تضروري هامرا هوفر خوماكوشي لا سلامتك بس تعال بسبع لا تتأخر شونا ادخل النسبان تارس القاعة قولي شونا تبدين اوف خوش من الاخير انا وحنيني محضرين لك مفاجئة بس ادخل وانا اسر لك طريق ها خوش جاء الله يستر جاي والله احنا على ملك اريد الفرح لك نفرح لك شوية يلا انا جاي اوقفي بالباب سدية تليفوني وله الله تتجد تسابة تفكض ويتقول تعال هلو 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 صالحكم ماشين اسوار الحمامات قلت صار حين ولش منو ولش هاي وين جبتيني للحمامات النسائي لا تيجي وحدة تفضحنا اضحك لا تخاف انا باتبع الامور انت بس ادخل قولي منو جواب الاول وحدة انت مشتاقلها كله ظل يتفكر ما اجتب بالي غير زهراء بس مستحيل جاي قلت قولي منو ولدش بسرعة اي هي هسا اللي اجتب بالك هي نفسه يعني زهراء ادخل وشوف طلعت ببالي شو تبدين يجارج اضحك تمام خلي افكر باللي اريد من هسا دخلت شفت ابنية كانت واقفة قبال لماية بس لمحت رف قلبي واخدت نفس عالي غفرت الباب ورحت يمها وقفت وذهب باوع لهم من الماية تبهت لي وظلت صافنة وتباوع لي بتماعون كانت لابس الفستان القصير كل جسمها كان واضح وظهرها طالع وشعرها اللي طولان راجع مثل الاول احلى وكانت امنيتي بهاي اللاحظة احضنها واشم عطبها اللي يستر زهاء اوارف وصافنا عبارو من الماية واحشيوية نفسي معقولة اتخيل نوصر لك وما ردت ادور ادوري اختفيت كان لابس دجداش البيضة ولافف الاشماء كان بس كان واضح من التعب مع العيون وضعفان فازززني من صفنتي من قال شو رح الظلين صافني درت علي وقلت بتوتر هاش اسمي انت شا سوي هنا اخذ نفس تغضر بيمي وهمس يمكن مش تغلت خذرت وقلت بعد عني انوارة جان كافي عناد صار من خمس تشر من فصلين ما مليتي لا قلت هاشيو وانا بارع بعيونه ابتسم وتغرب علي حارض خصري فيديو وقرب وجهه يبارع بعيونه وقال على فكرة انتي بعدك على ذمتي وقدر ارجعش يمي دفعتها وتوترت من غربها خاصة المهلة زمي خصري خفت اكثر لا ينتبه على باطنه قلت اي عادي باتش فعد دعوة عليك تطلقني مو مشكلة اي مو هو الموضوع بكيفش انوار كافي اطلع منا لا يجي احد لا تخافين ما حادي يجي وما تتبين الموضوع انه شنو ما تتبين شتقصد انوار اهدي ليش توترتي اقصد ما حد راح يجي خلي احجوياتش شوية ما رد اسمع اي شي زهراء بدون عنات تعالي لا ما اطول اوف اوكي تفضل استاذ انوار اضحك حلو استاذ انوار حبيبته حبيتها منيش ام يلا اسمعك انتي بعدينش واثقة انه انا خنتج مو اي اخ منيش بس سمعيني يا بنت الناس انا ما خنتج عبد ولا افكر اسوي هالشي واذا ما صدقتيني تريدين تتأكدين لبنية سوت فحص وطلع كلامي صح بس اي بس انت عقدت عليها يعني صارت مردك لا بس بالاسم مردتي واصل ما طولت شهراء جاعت الاهلها بس انتي بعد بعدني ما اكمل قاطعني وقال كافي بس سمعيني ابنتي انا هاريت واحبتش اكثر من روحي وابيديش ايدي مورو حبيبته وحبيبه وسنده ام كل شي ما فد يوم اجبرت على شي واللي جبرتش عليها بالماضي يتغير واللي ترديه يصير بس ليني شوية وبطل احنات ظلت ابوه وعيونه هو يحتي صارت معركة بداخلي اقلي ويقول لا وقلبي يقول ايه ما اعرفت شو نجاب واحتي لي الساكتة الماري عيوني انتي انتي لا بعلو مستحيل نرجع سوى ما قدر انا اسفه قلت هيتشي وبعدها بعدت عنه اريد اطلع الباب مخفول قلت ان ما افتح الباب اجربه في قباله قال هذا اخر كلام هزيت راسي بمعنى ايه عقد حاجبه قاله صوت ناصي براحتش فتح الباب وطلع قلبي ظلت واقفة شوية وطلعت رعت يم اختي بس شافتني اجت ترقض ترقض وهي تقول وان شنتي مختفية عرفتني عرفتني واحتي وبعدين ليش وجهش اصفر بيتشي لا بس شوية تعبت اريد ارجع للبيت شبيش زهامة هذه اكو شي ضوجت لا ما بيأشي زين تعاني نقعد شوية ونطلع انا هم اي هم عب من حنين تعايا ما احنا قاعدنا وصار وقت العشاء ووزعوا الاكل انا ما اني نفس اكيد ظلت قاعدة اصفر ومبت تريبا ساعة وقالوا راح نزفة العرفتان ابرو على حنين وجهها صار اصفر رحت الها بسرعة ظلت احجو ايها اهديها وادعتها ورحت لبستها حجابي والبشت حتى نطلع صار الزفة ودخل ياسر لزم حنين من ايدها وطلع بسوة اتزفة جينا ان شاء الله ومسيغة هادية وطلعوا الناس كلها وراهم طلعنا انا وزينة فاخر شي شفت انوان واقفة بسيارتها بس شافنا اجب سرعة قال من يوصلكم بسيارة يروع هان تماما انتبه على الطريق وطرق بيامي قال اعدلي حجابي اوكي مع السلامة ديبالك على نفسك ابتسميت له ورحت صادت من السيارة ظل واقف يباوع لحد ما طلعت طل الطريق اختي تباوعني وتضحك هو يتقول ها ها عند باجع نفسك ها واضحك انتشابي عادي يعني ايو انتي تبت اسمين ها نشكو قالت هيتشي وهي تضحك كل شوية ثومز ترى ما سويت شي غلط يعني ما سويت اروحا ارفع غضية لان حجة حجويا لا عيني هذا الحب شنو تعرفين علي غضية زينب كافي انا زلتش والله نزلتش بشاردات لحين يلا سكتت عيني اقليش انا جوعانا نطلب اكل انا تعالشية ماريد بس انتي ما اكلت طلبي بس اليش اوكي رحت للمطعم اخذت عشرة احنا رجعنا للبيت دخلت للصالة نزعت الكعب وقعدت بالقاع من التعب جاتي اومي تركض وتباوع لي بتوقتها قالت يا ايو ما شبيش ليش هنا انا قاعدة لا يومي سلامتش بس انتعب والله والله شكلي اليوم ما هنا انامن اضحك خبعتيني عباري بيت شي لا ما بير شي بس خلي ااخد نفس واصعد ابدل وانزل اكل ميتر نجوم صارت الغرفتي قبل دخلت الحمام اخذت شعور وطلعت لبس الدجاج القصير وعريضة وسوية شعري لفير اراخي ونزلت قاعدنا انا واختي وامي بصالة نباوع على فيلم امي واختي يكالزون محلحب ويسولفون يباوعوا الوضعكون ما تميل ظلت اكل لحد ما امي قالت ايه زهبا ديبالت عنا فسا جاءت تضحك باوعتي اختي وخزبتها قالت ماما حتى انتي اضحك اضحك يلا ازيان يلا اوك ازيان سول في شنو العبست ونستو ايه والله ماما شاني جاني كلش حلو كل النواحي وحنين طالع اميرا الله يهني هزينب غصدش حلوة من كل النواحي يعني حتى ديبالت عنا نفسك قالت ايه الغمزت قال انتان يمي بطل ماي شمرت عليها وقلت كافي لأقومتش لوما ما بي احيل ظلو يضحكون علي قومت وقلت بعد ما احكو ياكم صاعد الغرفتي تعيوا بايها ابيدا انام نعسانك اللي صاعد الغرفتي باع صورة التفكير